مرحبا أهلاً مصر ممكن أن أشترك هذا المبأ برنامج تفضل أحاوز أسمع له أسئلة اللي ممكن أجاوب عليه أم لا تفضل أنا تفضل لديك سؤال نعم أولاً فكرة الرياس والمخلص هي فكرة آدمية غير منطقية أولاً لأن المنطق لا يتحمل أن يكون خلاص كل أبناء آدم على رجل واحد لأنها فقط نعمل خطاء بكيفنا ثم نرجع ونقول أن المخلص هو الذي سيمسحه سيفره هذه لم تكن من بداية الخليقة ولغاية آخر يوم من البشرية قد يكون عدد بالمليارات من البشر يفعلون كل شيء ثم يلقونها على سيد المسيح هذه أولاً ممكن نتعرف بالاسم الكريم اسمي حسن حسن أهلاً بك حسن من الأراض أهلاً بك حبيبي حسن أنت شايف أنه ماكو إنسان ممكن يقدر يكفر عن بقية البشر صحيح؟ نعم طبعاً صحيح إذا كان إنسان مثلي ومثلك يخطي أكيد باب من أوله يخلص نفسه إذا هو بيخطي إذا هو إنسان خاطي يخلص نفسه بالأول لا يخلصني إليه تمام؟ مظبوط نعم لكن عندنا شخص المسيح هو بلا خطية حضرتك مسلم حتى بالقرآن في سورة مريم الآية لرقم السورة 19 والآية 19 يقول عن المسيح غلاماً زكية ومفسرين الإسلام أجمعوا على أنه زكياً أي مطهر أي بلا خطية وفي حديث الشفاعة لمحمد لمن ذكر حديث الشفاعة يقول راح واحد على إبراهيم قال له أنا لا أنا كذبت أنا ما قدرت شفع راح على موسى قال له أنا قتلت أنا ما قدرت شفع الآخر المهم يروح على كل الأنبياء بالأخير يروح على المسيح يقول له طب وأنت يقول له لا أنا ما تشفع ولم يذكر له خطية ولم يذكر له خطية يعني القصد من الكلام أنه بحديث الشفاعة المسيح حديث الشفاعة نفسي يقر أن المسيح ليس له خطية فبالتالي الذي بلا خطية القدوس هو اللي يقدر يفدي الخاطي فبالتالي لا يقدر إبراهيم يفدي ولا يقدر موسى يفدي ولا يقدر محمد يفدي لأنهم خطات الذي يفدي البار الذي بلا خطية القدوس الذي تمم مطاليب الله في ناموس موسى فالمسيح هو الشخص الوحيد الذي يليق به أن يكون الفادي وأتمنى تعرف هذا الفادي أخشاند خليني كمان نضيف للكلام الرائع اللي حضرتك قلته أول شي سيد حسن نحن ساعدين أنك أنت معنا شوف الأخشاند شو قالك أنه اللي بده يكفر وياخد مكان كل هالبشر مليارات البشر اللي عاشوا من أول إنسان اللي هو آدم لآخر إنسان حيعيش على الأرض والسؤال حضرتك رائع جدا بهنيك يا سيد حسن على السؤال قالك لازم يكون إنسان مثلي ومثلك بس كمان لا يقدر يمثلني أدام الله لكن كمان لازم يكون بلا خطية وأثبت لك من القرآن أنه المسيح بلا خطية غلاما زكيا والكتاب المقدس قال عنه بطرس قال عن المسيح لم يفعل خطية قال عنه بولوس لم يعرف خطية قال عنه يوحنى ليس فيه خطية وقف المسيح أمام كل اليهود أعداءه وقال لهم من منكم يبكتني على خطية وقال عنه الملاك القدوس المولود منك يا مريم يدعى ابن الله والأرواح الشريرة كانوا يقولون للرب يسوع نحن نعرفك من أنت قدوس الله فإذن نحن تأكدنا أنه المسيح هو إنسان مثلنا بلا خطية لكن لحتى يقدر يموت عن المجموع لا يقدر يموت عن الملايين لازم يكون غير محدود لو كان المسيح مجرد إنسان كان بيقدر يموت عن شانت بس بيقدر يموت عن حسن عن إسماعين عن كريم عن نوال بس لكن المسيح كان لازم يفترض في الشفيع أن يكون غير محدود والمسيح هو الله الظاهر في الجسد عشان هيك المسيح الجسد يا سيد حسن المسيح هو الله الظاهر في الجسد هو الإنسان الكامل والله الكامل لكن كمان كان لازم يكون ملك نفسه فكيف يقدم إنسانا نفسه لله ما الله بيقول له حبيبي ما ههي نفسك ما أنا اللي اعطيتك ياها لكن المسيح يقول لي سلطان أن أضع نفسي ولي سلطان أن أخذها أيضا هذه الوصية قبلتها من أبي فالمسيح كان يملك نفسه الإنسانية أخيرا كان عليه أن يقبل المسيح في كل شروط الفادي كل شروط الوسيط والمخلص إنسان بلا خطيه غير محدود يملك نفسه لكن تقبل وهكذا المسيح أحبك يا حسن وأحبنا وأتى بالحب أتى بجاذب الحب أتى أتى لكي يفدينا رأى الشقاء الذي كنا فيه فأتى ليشقى عنا ورأى العذاب الذي كان ينتظرنا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت أتى وعلى الصليب كان يسطر بدمائه أروع قصة حب لما أسلم على الصليب لأجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا ممكن أن أتكلم الآن؟ أتفضل لك أخي حسن أنا حبيت يعني أضيف لك ما تقدمي بالأخوة أضيف لك بعض النقاط يعني وأريدك تراجع القرآن وتفتح آلة عمران خمسة وخمسين صورة آلة عمران خمسة وخمسين شو تقول هاي الآية بالقرآن؟ تقول يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك تبع على هذه النقطة ومطهرك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة أنت حللها أنت أقعد وقول ها شنو هذا عيسى الذكر بالقرآن طبعا طبعا أنا أقول لك أقدم لك يسوع المسيح اللي عرفناه واختبرناه وعشناه وأنا أخوك من العراق شيعي سابق وعرفت المسيح وليس شيعي عادي وإنما دارس الفكر الشيعي دراسة مستفيقة لكن أريانتيك شفى الشغلة وحدة أنت تتعزى بيها وتفرح ليس لك مع الله مصالحة إلا بشخص رب يسوع المسيح لماذا؟ شنو السبب؟ عرض الأخ إسماعين أشياء كثيرة قدوس عنده غير محدود فأنت هل أنه أنت تروح الشخص محدود أجه في حياة كان عنده خطيئة وعاش فيها ومات وكانت سيرته يعني هسا إحنا كنا قبل بالشيعة نسلك مع أشخاص كانوا سيرة نعرفها ندرسها مثلا علي أبن أبي طالب الحسين الحسن كانوا يعملون أشياء كثيرة ما أردد أذكرها لأننا نذاكرها ببرامج سابقة وتابعينهم بعمى مغلقين عميان وتابعينهم لكن اليوم أدعوك لشخص قدوس قدوس وبلا لوم قدوس ما علي ما أقدر واحد أني بكت على خطيئة ما قدوس يعني كانت كل أعمال أعمال خير وصلاح قال تعالوا لي يا جميع المتعبين والثقيل أحمال وأنا أريحكم لأني تحدث عن نفسه لأني وديع ومتواضع القلب لتجدوا راحة لنفسكم هل اليوم تريد أخويا حسن تريد تجد راحة نفسك تعالوا تعرف على المسيح وإحنا بخدمتك آمين آمين